زاهر المشهد ربما على حاله فيما يتعلق بالاجتباكات فيما يتعلق بالقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين لكن اللافت خلال اليومين الأخيرين وهو التطور الحاصة على الأرض هو تقدم القوات البرية الأوكرانية في المحور الشمالي والشمالي الغربي في محيط العاصمة الأوكرانية حيث أكدت السلطات هنا عن سيطرة الجيش الأوكراني على مساحة تقدر بنحو 80% من مدينة إيربين واضطر الجيش الروسي للتراجع إلى الخطوط الخلفية والآن يتمركز في الجهة الشمالية من مدينة إيربين أيضا المحور الغربي التي كنا نتواجد فيها نحن الآن تعرضت لقصف مدفعي عنيف من قبل القوات الروسية التي تحاول تنظيم صفوفها وشن هجمات مضادة على مواقع القوات الأوكرانية لكن هناك مقاومة عنيفة وشرسة وكنا نؤكد خلال اليومين الماضيين بأن الجيش الأوكراني بدأ يتخذ زمام المبادرة ويشن هجمات مضادة على مواقع القوات الروسية وبالفعل تمكن من استعادة السيطرة على بعض المناطق في المحورين الشمالي والغربي وأيضا تمكن من محاصرة بعض القطاعات العسكرية التابعة للجيش الروسي بالقرب من بوتشا وستيونكا وإيربين في المحورين أيضا الشمالي والشمالي الغربي وبالتالي هناك معارك كروفر وسط تقدم للقوات البرية الأوكرانية في هذين المحورين اليوم أيضا كان هناك محاولة للجيش الروسي لشن هجوم من الجهة الشرقية وبالتحديد من مدينة بروفر لكن أيضا هيئة الأركان الأوكرانية أكدت بأنه تم التصدي لهذا الهجوم وإفشال خطة القوات الروسية التي حاولت تحقيق تقدم على الأرض من الجهة الشرقية وبالتالي هناك معارك كروفر لكن ما هو مؤكد الآن بأن محيط العاصمة أصبحت أكثر أمانا مقارنة بالأيام الخمسة الماضية وتم دفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المحورين الشمالي والشمالي الغربي وأيضا تم دفع العديد من القطاعات العسكرية نحو الجهة الشرقية وبالتالي هناك محاولات من قبل القوات الأوكرانية لاستعادة السيطرة على بعض المناطق التي كانت قد خسرتها خلال الأيام الأولى من انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا هذا ميدانيا زهر فقط لو سمحت لي أن أتطرق قليلا إلى التطورات السياسية اليوم وزير الخارجية أيضا الأوكراني أكد بأن النقاط الأربع التي أشار إليها الرئيس التركي رجب طيب أردغام من أنه تم أو من الممكن أن يكون حولها اتفاق بين أوكرانيا وروسيا وزير الخارجية الأوكراني نفى ذلك وقال بأنه لم يحدث هناك أي اتفاق أكد بأن المفاوضات صعبة للغاية مع الجانب الروسي أكد بأن اللغة الأوكرانية هي اللغة الرسمية في أوكرانيا أكد بأن الوفد المفاوض الأوكراني لم يتنازل عن شروطه وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي تأكيدات حول التوصل إلى توافقات حول بعض القضايا الخلافية بين الطرفين لا سيما الحديث عن المطالب الروسية بضرورة اعتراف أوكرانيا بشبه جزيرة القرم وأيضا الاعتراف بجمهوريتين لوانس ودرس بأنهما جمهوريتان مفصلتان وأيضا تقديم ضمانات بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ونزع سلاح أوكرانيا كل هذه الشروط على الأقل حتى هذه اللحظة من قبل وجهة النظر الأوكرانية لم يتم القبول بها المفاوضات تسير بشكل صعب وبطيء هذا ما تم الإفصاح عنه من قبل المسؤولين الأوكرانيين وبالتالي حتى هذه اللحظة على ما يبدو الأمل ضئيل جدا في ظل تواصل المعارك في ظل تواصل الاشتباكات الأمل يبدو ضعيف جدا في التوصل إلى اتفاقية لوقف اطلاق النار بين الطرفين لا سيما بأن هناك حديث الآن بأن روسيا تعيد تجميع وتنظيم صفوفها في عدة محاور استعدادا لشن هجمات عسكرية كبيرة وإمكانية اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة